والنهاردة طبعا الحدث الأهم الناس كل يوم بتسألني هو الأهلي رجع أمتى الأهلي رجع أمتى الأهلي رجع أمتى الأهلي رجع يوم 27 إن شاء الله في مواجهة المقاولون العرب مباراة الكاس المؤجل يعني من هي مش مؤجلة هو البطولة كلها الحقيقة البطولة كلها تأجلت للسنة دي ببطولة كاس تحت السنة اللي فات تحت الموسم الأخير الأهلي يلعب مع المقولين فيها إن شاء الله يوم 27 النهاردة بعد راحة سلبية استمرت بخمسة أيام رجعت الفرقة تتمرن تاني تحت قيادة ميستر مارسال كولر البداية كانت اجتماع بين الجهاز الفني ميستر كولر وكابتن سيد عبدالحفيز مع اللعيبة وبعد كده تدريبات استشفائية كده استمرت لمدة 25 45 دقيقة ناسف 45 دقيقة تحت قيادة أندرياس إندويا مدرب الأحمال والرجل بحكية اشتغل على تنمية بعض المهارات الفردية رجل اشتغل فردي نهاردة أو مركز بشكل كبير جداً مع اللعبين في تنمية المهارات الفردية لكن الأهم في تمرينة النهاردة خلينا أقول لكم إنه عودة عدد من اللعبين اللي كانوا بتاعته بداعي الإصابة يعني نهاردة مساء السلية شارك فيه التمرين بشكل كامل متولي النهاردة كان دخل الجيم عبدالمنعم بعض التدريبات ما دخلش التمرينة لكن اكتفى بالجاري كده حوالين الملعب لكن كل اللعيبة الحمد لله شاركت واتمأننا عليها وإن شاء الله بإذن الله مع عودة أو استقناف النشاط مرة تانية أعتقد إن جزء كبير من اللعيبة اللي كانت بعيدة ديانج شارك النهاردة برونو سافيو شارك النهاردة برونو سافيو فيه شبه من بنزيمة شوية مش عارف كل مرة بشوفه بفتكر إن أنا أقول الملاحظة دي بحسه قريب قوي من حيث الملامح يعني شبه بنزيمة لكنه بالتأكيد واحدة من الصفقات اللي الناس يعني في بداية الموسم راضي عنها بشكل كبير ونتمنى إن شاء الله إنه اندماجه مع الفريق يزيد مستوى اللي يقتل بدنية يزيد وبالتالي تظهر إمكانيات أو يظهر مرضود برونو سافيو بشكل كبير مع الأهلي في الفترة اللي جاي أحمد أشرف ده بيتهيقلي اللي ظهر في الكدر كهرابة طبعا حسن حسن بيرسيتاو نيولوك بيرسيتاو فيه لعيبة كده بتحب بتعمل فترة يعني ما تحس إنها دخل على مرحلة إثبات ذات بتعمل كده شكل جديد فبيرسيتاو تخلى عن اللوك المعتاد شعره اللي كان طويل شاله خالص نتمنى يكون إضافة وحقيقة نمكان بفتكر بداياته يعني ما قدرش أحكم على موسم أول بيرسيتاو ما كانش عظيم قوي لكن في النهاية بداياته بتقول إنه العيد مميز جدا لو استعاد مستوى أو استعاد قدراته ممكن يكون إضافة مهمة جدا للأهلي أهو بيرسيتاو اللي في الصورة دا يمكن ما تعرفوش أو تقول مين اللي مع الأهلي في التمرينة دا دا بيرسيتاو بشكله قل جديد حسين الشحات طبعا فتمرينة النهاردة شاهدت عودة أسماء طمنا عليهم مبدئيا وإن شاء الله مع عودة الأهلي يكونوا جاهزين مرة تانية للمشاركة مع الفريق إن شاء الله